موسيقى لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية ونبدأ من أهم العناوين في موقع الهيئانات إثر تعرضه إلى اعتداء مصرع أحد المعلمين من محافظة صلاح الدين في البصائر تظاهرات غاضبة في البصرة للمطالبة بالقضاء على البطالة في صحيفة المدى مسلسل حرائق المحاصيل الزراعية مستمر والكشف عن الطريقة الغريبة في صحيفة الحياء واشنطن تمهل أنقرة شهرين لإلغاء صفقة أس أربعمائة في موقع كتابات النجيف يتهم المالك باختراق أجهزة الدولة العراقية لصالح إيران في القدس العربي تجمع المهنيين سودانيين يحذر من افتعال المجلس العسكري أعمال عنف وصطو ونسبها إلى الثوار وفي العربي الجديد المعارضة السورية ستعيز إمام المبادرة العسكرية رسائل تركيا لروسيا السلام عليكم تتوالى الأحداث وتستمر الوقائع وتزداد صور المشهد السياسي العراقي لتؤكد حقيقة واضحة المعالم والدلائل أن العملية السياسية التي فرضها الاحتلال الأمريكي للعراق أدت إلى ضلوع وهيمنة كبيرة مستمرة ودائمة للنفوذ الإيراني وسيطرته على جميع مقالد السلطة والحكم في بغداد وأنه الموجه الحقيقي لبوصلة الأحداث والتطورات والمواقف السياسية التي يشهدها ويعيشها العراق ويعمل على توجيه بوصلة هذه الأدوات بما يحقق هدفه وحلومه في الوصول إلى ذروة المشروع السياسي الذي يعمل جاهدا على تنفيذه في الأقطار العربية ويتخذ من بغداد منطلقا مهما وجسرا حيويا يستند إليه في تنفيذ هذا المشروع الذي أصبح يشكل خطرا ميدانيا وسلوكا سياسيا ومنهجا واقعيا يهدد الأمن الوطني العراقي والأمن القومي العربي جاء ذلك في مقال للكاتب أياد العناز في صحيفة البصائر العراقية لا تزال الأدوات الإيرانية تهيمن على القرار السياسي في العراق وهي التي تقول طبيعة الأحداث بل هي من تصنعها وتبحث عن الأهداف الرئيسة التي تخدم الاستراتيجية الإيرانية وتواكب حركة المتغيرات السياسية القائمة في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي وتوظيف جميع إمكانياتها وتحريك أدواتها وتوجيه وكلاءها للعمل ضمن هذا الإطار السياسي الحيوي الذي أسست عليه منذ التاسع من نيسان عام 2003 وواضبت على تقديم الدعم والإسناد والتوجهات والتعليمات والتدريبات الميدانية وإنشاء المعسكرات التي تخدم توجهتها في الميدان واحتوائها لألاف العناصر الميليشيوية المسلحة التي تعتبر الأدات التنفيذية لها على الميدان نحن أمام نظام إقليمي توسعي ذي أهداف ميدانية وفكر سياسي متجذر في أذهان السياسيين الإيرانيين يسعد الاستحواذ على مقدرات الأمة العربية واستهداف أمنها القومي ويعمل جاهدا على تفعيل المشروع الذي أعلنه واعتبره جزءا من ميثاق ودستور الدولة الإيرانية وهو التوسع باتجاه الدول المجاورة والامتداد لفرض إرادته وفكره وأدواته ونظامه السياسي بالإمكانيات المتاحة له وابتدأ بالأقطار العربية المجاورة له بسبب الأوضاع العربية الراهنة والسياسات العربية المختلفة والرؤى الميدانية التي تفتقد إلى المعايير الأساسية في بناء أمن قومي عربي حقيقي يساهم مساهمة فعلية جادة في تعزيز القدرة العربية ويساعد في بناء الأمة واستنهاض قدرتها واستشعار قرارها السياسي المستقل ويضيف الكاتب محاولة النظام السياسي في العراق ليكون أداة الرفض الوحيد في مؤتمر يواجه طبيعة وأشكال وأهداف المشروع الإيراني يعتبر خروجا عن الإجماع العربي وعدم اهتمامه بالأمن القومي العربي وبدى الوفد العراقي والنظام الحاكم في بغداد أشبه بالنظام المعزول عن أهداف الأمة العربية وتطلعاتها واختار الوقوف إلى جانب السياسة الإيرانية في المنطقة واعتبر نفسه حليفا استراتيجيا ودودا للنظام الإيراني بل سعى ليكون مدافعا عنه وعن أمنه ووجوده السياسي الداخلي والإقليمي يعرفون تمام المعرفة أن العراق بمقدوره النهوض في بضع سنين لو توفرت له ظروف مؤاتية ويدركون أنه يتقدم الصفوف ويصبح صوته الأعلى بمجرد أن يسترجع عافيته وموقنون أن العراقيين هم صناع الحضارة ومنهم انطلقت أنوار المعرفة ولهذا لا بد أن يظل هذا الوطن عليلا هكذا تقتضي مصالح من عبر البحار عن الحرائق والانتهاكات في العراق كتب جليل وادي في صحيفة الزمان العراقية من يقارع الظلام لا تخيفه حرائق الحنطة ولا يتحسب أن يجوع يوما لكن ما يقهره أن الفاسدين يعبثون بينما الرعاة عاجزون فالذين تسعدهم حرائق الحقول كثيرون منهم أولئك الذين لا يريدون لرغيف بلاد أن يكون بديلا لرغيف الجوار فقد تأمروا من قبل على خاثر أبو غريب على بساطة إنتاجه فكيف يكون الحال مع الطحين تقصوا عن الروايات إن كنتم لا تصدقون هم أنفسهم الذين لا يشترون محولات الديالة الكهربائية بينما يستوردون الرديء بيدهم القرار ولا أحد بمقدوره تسميتهم تسميتهم قد يطالبونك بالدليل وكل الأدلة في خزاء مؤصدة ومنهم من لازال في قلبه حنين للكهور ففيها صار أميرا بينما كان منبوذا وبعد أن كان متصلطا صار مطاردا مثل هؤلاء لن تتطهر عقولهم أبدا ففيها من غريب الأفكار ما يتعذر معها إعادتهم للمسار ونحن مسؤولون عن ذلك فقد شغلتنا لعبة السياسة عنهم فاحتضرهم الأشعث ناثرا في أدمغتهم بذار التطرف وقلنا مرارا إن تحرير العقول بقدر أهمية تحرير الأرض فحررنا الأرض وأهملنا العقول وننتظر من بيده الأمر أن يرسم برنامجا بذات المستوى لتأهيل الأطفال والشباب من سرطان التطرف الحرب لم تنتهي بصمت البنادق ففي الكراهية نيران أشد إلى من من الرصاص وليس من درب أسهل للانتقام من حرق الحقول أين نواطيرها كان الأباء يتوسدون البيادر ويلتحفون العراء ويا ويل لمن يقترب واليوم نتفرج على حرائقها ولا نملك سوى الثرثرة في الفضائيات وإلقاء اللوم على الحكومة والمطالبة بالتعويض وهل يستحق تعويضا من لا ينطر بيادرة دعوا الشمس وحالها يا إخوان فهي بريئة من جرائمنا منذ المراحل الأولى للفتنة في العراق كان لمحافظة ديالا النصيب الأكبر منها ودفعت فاتورة باهظة وسحق غالبية أهلها ما بين التهجير والاعتقال والقتل أو السكوت تكمن أهمية على مضض ديالا في كونها أقرب المحافظات لبغداد وأنها من المدن المحاضية لإيران ولهذا عانت الكثير وتاريخها القريب كتب بدماء الأبرياء وقد نفذت الميليشيات المتنوعة جرائم شتى سجلت بمداد الذل والعار في صفحاتها وبمداد العز في أهل ديالا جاء تاريخ أهل ديالا ذلك في مقال للكاتب جاسم أشمري في موقع عربي 21 المآسي والاغتيالات المنظمة والاعتقالات العشوائية والتهجير القصري جعلت من ديالا مدينة للخوف والرعب والهجرة الداخلية والخارجية والغريب أنه لا توجد لدى سلطة ديالا إحصائيات رسمية دقيقة عن جرائم الاختفاء والتهجير والاختطاف الحوادث المتشابهة والمتكررة تؤكد تلاعب الميليشيات بأمن ديالا وأرواح المدنيين العزل وربما هناك من يقول أين دور الحكومات المحلية؟ وهنا ينبغي بيان أنه في كل محافظة هناك حكومة محلية ومجلس محلي وهذا المجلس بحسب المادة الثانية من قانون المحافظات هو السلطة تشعية ورقابية في المحافظة الحقيقة الغائبة هي أنه في كل محافظة عراقية هناك قيادات متحكمة بها عن بعض وعليه صحيح أن ديالا فيها محافظ ومجلس محافظة لكن المعلوم لغالبية أهالي ديالا ومسؤولها أن المحافظة تابعة لسلطان هادي العامري وهو المتحكم في كل أمورها وعليه فإن الأهالي والقوة المدنية والشعبية يحملون العامري بالدرجة الأولى مسؤولية عدم استثباب الأمن في محافظتهم وتقع المسؤولية بالدرجة الثانية على المحافظ ومجلس المحافظة وشرطة المدينة مجتمعين يقول الكاتب عموم العراق وديالا بالذات بحاجة إلى جهزة أمنية وطنية لا تتمر بأوامر الأجندات غير الواضحة وهذه هي نقطة الضعف الكبرى في ملف الأمن العراقي نشرت وسائل إعلام عراقية صورا لمزرعة محترقة في مدينة الموصل في محافظة نينوى وشرحت الصور الطريقة الخبيثة التي استعملها الفاعلون لإشعال الحريق ووضحت الصور قيام مجهولين بوضع عدسة مكبرة بين المحاصيل الزراعية لإشعال النيران فيها إلى ذلك علنت مديرية الدفاع المدني أن 219 حريقا اندلع في المحاصيل الزراعية خلال 15 يوما واندلعت أيضا في المحافظة أكثر من 40 منها من كاركوك وطالت معظمها محاصيل المزارعين والتهمت النيران محاصيل القمح والشاعير في المكان في المكان القريب منها تقرير لصحيفة المدى حول حرائق حقول القمح من الصعب تحديد مساحات الأراضي التي تعرضت للحرائق لأن تلك الحرائق تنتشر بسرعة كبيرة وعليه هناك حاجة لبعض الوقت من أجل حصر حجم الأضرار ولكنها تبلغ عشرات الألاف من الدنومات خلال اليومين الماضيين تعرضت مساحات زراعية شاسعة للحرائق حيث اندلعت نيران كبيرة جداً أكثر مما مضى وذلك في مناطق الحضر، القيارة، البعاج، القيروان، سنجار والقحطانية وقد أحرقت النيران ما يقرب من عشرين ألف دنوم وأكد نواب التحالف العربي في مجلس النواب العراقي السعي لجمع توقيع لاستحصال قرار نيابي يلزم الحكومة بفتح تحقيق وتعويض الفلاحين في محافظة كركوك من جراء حرائق المحاصيل الزراعية وبحسب بيان للتحالف، حصلت المدى على نسخة منه أنه تمر الثروة الزراعية في محافظة كركوك خاصة والعراق بشكل عام بأسوأ أيامها بعد الجريمة الشانعاء التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية في قضاء الحويجة وداقوق والدبس على أياد خفية وخبيثة لا تريد لهذا البلد وثرواته التقدم والتطور وضاف البيان أن ما تتعرض له المحاصيل الزراعية في محافظة كركوك جريمة النكراء مدان بأشد العبارات وبين أن المناطق الزراعية في المحافظة مهدلة الآن بمزيد من الحرائق ما دامت الدولة لا تحرك ساكناً تجاه هذه المأساة وتضيف الصحيفة في تقرير لها أن مديرية الدفاع المدني أعلنت عن موقف حرائق المحاصيل الزراعية من الثامن من أيار عام 2019 لغاية السادس من حزيران من نفس العام مؤكدة أن المساحات المحترقة بلغت 35 ألفاً وستمائة وعشرين دونماً بواقع 259 حادثة كل من ناصر الثورة السورية منذ بدايتها يعرف عبد الباصط الساروت له معه حكايات عبر المقاطع المصورة التي كانت تخرج من المناطق الثائرة والأنشيد التي كان يطلقها لتحفيز المتظاهرين السلميين لا سيما في حمص راقبه من بعيد وهو يتنقل بين أحياء باب عمر المحاصرة لكنه كان يشعر دائماً بأنه قريب وبأنه صوت يعبر عن الحلم الذي راود كثيرين ليس سوريين فحسب بل كل من تغنى بالحرية والديمقراطية وزوال الاستبداد مقال للكاتب حسام كنفاني في صحيفة العربي الجديد يحسب للساروت أنه لم يدخل مثل كثيرين غيره من الناشطين السياسيين والثوريين في بازارات الدول والمنصات والاعتلافات والتحالفات التي شردمت الثورة السورية أكثر مما خدمتها وأدخلتها في متاهات إقليمية ودولية حتى خروجه من سوريا كان قليلاً ربما مرة أو مرتين زار خلالهما إسطنبول ليعود بعد ذلك إلى بلده كان مقتنعاً أن عمله على الأرض في سوريا وليس في أي مكان لجوء آخر على الرغم من الفرص التي أتيحت له لحسب ما يخبر أصدقاء كثيرون له آمن بالدور الذي عليه اللعب ثم تغرر به النجومية التي كسبها في بداية الثورة وحوله إلى أيقونة يمكن أن يحتذي بها الناشطون كان الساروت يمثل واحدة من اللحظات المحورية في الثورة السورية والتي اختصرت في الشعار الشهير ما إنا غيرك يا الله في مواجهة التجاهل الدولي العام للمحرقة السورية وانضمام فاعلين دوليين وإقليميين لمد يد العون للنظام بشار الأسد في قتل شعبه على مرء العالم ومسمعه لهذا والارتباط سيرة الرجل ومساره بثورة آمنة كثيرون ولا يزالون بعدلتها جاء وقع مقتله قاسيا ومؤلما كل من ناصر الثورة السورية من بدايتها شعر أنه فقد عزيزا أو شخصا يعرفه حق المعرفة أو هكذا تخيل وهو يرى أن مساحة الحلم ضاقت وخسرت واحدا من رمزها أو ربما أسقط في لاوعيه نهاية الساروت على الثورة نفسها هو حزن مضاعف أبعد من الساروت نفسه حزن لا بد أن تواجهه قناعة أنه ما زال للحلم بقية وأن النهايات الحقيقية لم تكتب بعد لا ضرورة للحوار مع إيران هكذا عنوى الكاتف فاروق يوسف مقاله في صحيفة العرب اللندنية فإيران التي لم تتعامل مع العرب باعتبارها دولة بل كانت تصر على أنها الظاهرة العقائدية التي ستغزوهم من الداخل هي ليست صادقة فيما تتقدم به من عروض سلام إيران التي نشرت عقيدتها الداعية إلى الموت لم يعود الحوار معها نافعا في محاولة منها للضحك على المجتمع الدولي عرضت إيران أن يتم عقد معاهدة لعدم الاعتداء بينها وبين دول الخليج من يعتدي على من يترى؟ طبعا ليس مطوبا أن يؤخذ كلام إيران على محمل الجد فهي دولة تكذب كانت دائما تكذب ما تصرح به هو دائما ليس ما تفكر فيه يمكنها أن تتفاوض على شيء فيما إعلامها يعلن رفض فكرة التفاوض على ذلك الشيء لذلك فهي دولة لا يمكن أن تكون موقع ثقة لا أحد يثق بإيران سوى أتباعها الذين ليسوا مغفلين كما يتوهم البعض أولئك الأتباع يفهمون لغة إيران المخاتلة ويدركون حينها ويتسعى إلى الارتفاف على الحقيقة ذلك ما يعجبهم فيها وهو ما يجعلهم نشدودين إلى عصى الساحر المقيم في طهران هم محتالون صغار يمارسون أدوارهم في سياق عملية تخريب شاملة يرعاها النظام الإيراني من أجل أن تتسع مزرعة الفساد فلا يبقى هناك مجال للتفكير بوعي وطني أو ضمير نزيه أو عدالة اجتماعية ليس العرب مستعدين لسماع المزيد من الهراء الإيراني إنهم لا يملكون الوقت الذي تراثن عليه إيران وهي التي انقطعت منذ عقود عن متابعة الزمن يضيف الكاتب لا أحد يثق بإيران سوى أتباعها الذين ليسوا مغفلين كما يتوهم البعض أولئك الأتباع يفهمون لغة إيران المخاتلة ويدركون حيالها وهي تسعى إلى الالتفاف على الحقيقة لقد تمكنت إيران من التغلغل في العراق بعد أن تم غزوه من قبل القوات الأمريكية وبعد أن تخلى العرب عن سوريا ففتحت أبوابها أمام الإيرانيين وكان واضحا أن العرب حين تأخروا عن معالجة الأزمة اليمنية وجد الإيرانيون لهم مركبا سهلا من قلال الحوثي أما في لبنان فإن تمويل العربية لحزب الله التابع لإيران كان استفادت إيران من مصدر قوته من الأقطاع العربية وهي اليوم تسعى إلى تطبيع أوضاعها وذلك من خلال معاهدة عدم اعتداء إنها تتصرف بدهاء مكشوف ذلك لأنها إن تمكنت من جر العرب إلى حوار في ظل الأوضاع القائمة فإنها ستحصل منهم على اعتراف باستعمارها لأربع دول عربية سبق ووصل العلماء إلى أن النحل يمكنه فهم فكرة الصفر وإجراء العمليات الرياضية الأساسية الآن كشف الدراسة جديدة أن أدمغتها الصغيرة قد تكون قادرة على ربط الرموز بالأرقام وقام الباحثون بتدريب نحل العسل على مطابقة رمز مع كمية محددة فاكتشفوا أنها قادرة على معرفة أي رمز يمثل كمية عددية معينة وبحسب موقع ساينس دايلي العلمي يلقي هذا الاكتشاف ضوءا جديدا على كيفية تطور القدرات العددية على مدى ألاف السنين وقد يفتحوا إمكانيات جديدة للتواصل بين البشر والأنواع الأخرى من المخلوقات وقال الأستاذ المشارك أدريان جاير إن البشر هم النوع الوحيد الذي طور أنظمة لتمثيل الأرقام مثل الأرقام العربية التي نستخدمها كل يوم لكن البحث يظهر أن المفهوم يمكن استيعابه من قبل أدمغة أصغر بكثير من عقولنا الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نلقاكم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر